احتجاج شيرين عبدالوهاب في مستشفى للصحة النفسية والرباط الصليبي بريء القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب حالة كبيرة من الجدل أسيرت خلال الساعات القليلة الماضية حول الحالة الصحية الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد ترددت أخبار حول إصابتها بقطع في الرباط الصليبي ونقلها إلى المستشفى تطور الموقف صباح اليوم ليعلن محاميها ياسر كنتوش عن احتجازها بالقوة في أحد المستشفيات وتعرضها للضرب على يد شقيقه وتقدم ببلاغ للنيابة العامة يتاهم فيه شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب بالتعدي عليها بالضرب المبرح بسبب تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طلقها حسام حبيل وكشف ياسر كنتوش بعد تحريره محضر إثبات حالة أن شقيقها احتجازها في المستشفى قصرا بعد إصابتها بالرباط الصليب وتواجد عدد من محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب أمام المستشفى الذي احتجازها شقيقها فيه بعد تصالحها مع طلقها الفنان حسام حبيل إلى أن حقيقة ما حدث قد تبدو مختلفة تماما عن الرواية التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب كشف في تصريحاته حقيقة إصابتها وتواجدها في المستشفى حيث أن شيرين محتجز منذ أمس الأول في مستشفى للصحة النفسية بمنطقة مصر الجديدة وتابع المصدر نكلت شيرين للمستشفى بالتنسيق مع عائلتها وطبيبها خاصة أنها تمر بإضطرابات نفسية عنيفة استدعت نقلها إلى المصحة وذلك بالتزامن مع اتفاق الصلح الذي أبرمته مع حسام حبيب منذ أيام وأكد المصدر أن شيرين عبدالوهاب كانت مرتبطة بعدد من الحفلات والأعمال الفنية التي توقفت مؤقتا لحين تعافي شيرين بشكل تامي موضحا أن طليقها حسام حبيب ومحاميها يسران على مغادرتها المستشفى الذي يجب أن تقضي فترة علاج فيه ستحدد مدتها وفقا لقرار الأطباء وتساءل المصدر مستنكرا في تصريحاته إذا كانت شيرين مصابة بقطع في الرباط الصليبي كما قيل فلماذا سيعتدي عليها شقيقة أو يضربها ولماذا يصر حسام حبيب على مغادرتها للمستشفى وهل يجوز احتجاز شخص مصاب إصابة جسدية مثل قطع بالرباط الصليبي في مستشفى ومنع الزيارة عنه خالص أمنياتنا بشفاء العاجل للفنانة الجميلة شيرين عبدالوهاب عزيز المشاهد لا تنسى لايكو الشرق في القناة ما تفعل الجرس يسألك كل جديد مع جمال وراء تحياتي وتحية قصة الثقافة ومعلوم تابعونا تابعونا